ظهر فيروس بولا للمرة الأولى عام 76 ليشهد العالم من حينها على موجات عدة من الوباء به أشدها كانت في عام 2014 وحينها بدأ الوباء من غرب إفريقيا وانتقل إلى دول أخرى ليصل عدد الوفيات به إلى أكثر من 11 ألف شخص الموجة الأحدث من الوباء سجلت في غرب الكونغو حذرت منها منظمة الصحة العالمية في يونيو الماضي بإقرار بخطورة الفيروس وتشير الإحصاءات المرتبطة بتاريخ الفيروس لوفاة أكثر من 1800 شخص منذ شهر أغسطس من العام الماضي بإيبولا مخاوف مستمرة لعقود قد تنتهي قريبا على وقع ما صدر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي أقرت بموافقتها على عقار إمازيب كأول علاج لإيبولا العقار من إنتاج شركة ريجي نيرون ووصفته الإدارة الأمريكية بالعلاج الآمن والفعال ضد إيبولا يتكون العقار من مزيج من ثلاثة أجسام مضادة وحادية نسيلة وقد تمت تجربته على أكثر من 300 مريض من البالغين والأطفال ممن أكدت التحاليل إصابتهم بالفيروس من سلالة زائر ولا يعني إقرار إمازيب نهاية الأبحاث المستمرة لمكافحة الفيروس حيث كان فريق علماء أمريكي أعلن العام الماضي عن قرب عثوره على معجزة تنهي وجوده وذلك في إطار تجارب سريرية يقوم بها في الكونغو هذا بالإضافة إلى أبحاث بريطانية تقوم بتطوير علاجات تجربية باستخدام الأجسام المضادة للناجين من أبولا أخبار تصب في مجملها في خانة الأخبار المتفائلة للمواجهة المستمرة مع الفيروسات ومن إبولا إلى كورونا ينتظر العالم المزيد من هذه الأخبار المتفائلة